اشتركوا في القناة بالإجابة على سؤالكم طبعاً حول الاجتماع اللي تم أمس بين الحكومة الموقرة ومجلسين نواب الشورى برئاسة معالي رئيس مجلس النواب أحمد المسلم أعتقد أن هذا الاجتماع كان اجتماع جيد ومهم وناجح في نفس الوقت لأنه كان في نوع من التفاهم اللي تطلعنا إليه في المجلسين وأعتقد أن الحكومة لم تخيب آمالنا كثيراً في هذا الجانب بإنما تجاوبت من حيث المبدأ مع فكرة طرحها مجلس النواب وبموافقة الأخوان في مجلس الشورى تمت الموافقة على تأجيل القرار الصادر عن مجلس إدارة المطاحن والدقيق لمدة ثلاثة شهر على أن تتم هناك دراسة الحلول والبدائل الممكنة وفي نفس الوقت ينظر الجانبين التشريعي والتنفيذي في إمكانية وجود حلول توافقية وفي نفس الوقت تراعي المصلحة العامة وفي نفس الوقت تراعي الجوانب والإسقاطات الممكنة والتي ربما تحدث في حال لا سمح الله تم تطبيق هذا القرار نعم سعدت سيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب شكراً جزيلاً لك